السلام عليكم البنات كنتم بنا تكونوا باخر والاخر اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الخبيزة محمرة بحشوة لديدة جدا البنات وقد تحضر بسرعة في عشرات دقائق ممكن تحضرها كما كنتشوفون بدول مكونات اللي عندنا هنا واحد زلفة ديال الدقيقة اللي تكون مغربلا مزيان عندي هنا واحد شوية ديال الخميرة البلدية عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة البلدية انتما ممكن تديروا تديروا الكيموية ماشي مشكلة لما كانت المتوفرة البلدية عندي هنا واحد شوية ديال الملحة عندي المهم واحد مصد معلقة كبيرة ديال الملحة وقد تبقى الملحة كما كتشوفوا لحسب الضوء عندي هنا واحد معلقة ديال الكبيرة ديال الزبدة اللي كتعطيها واحد طراء وواحد لها شاشة ما نقول لكمشة لبنات كي كاتجي الشيشة بزاف كي ما كاتشوفوا عندي هنا نزيدها واحد المعلقة ديال زيت الزيتون زيت الزيتون كذلك كتعطي واحد البنات في العجين كتجي زوينة عندي هنا واحد الكويس كننزلو هاد كنخلطو بيدينا هاد طاقيقة باش كتنساجم معنا داك الزبدة وزيت الزيتون كنجمعوه هنا بواحد كويس مع مرش ديال الحليب ممكن انكم تديرون النص ديال الحليب والنص ديال الماء ماشي مشكل عندي هنا مهم داك الكويس ديال الحليب راه دافي دافي البنات كما كتشوفوا كنجمع به العجين على ما كتتعجين لي العجين كان بقانا ديلك هاغي واحد جوش دقائق على ما نحس بأن العجين ولت رطبة ورخوا في الدية صافي كان نحطها هنا وكن نغطيها في إينا وكن نغطيها بابي بلاستيكي بالنسبة لبنة المكونات ديال الحشوة كان نحتاجوا هنا واحد البصلاء كبيرة مشلدة عندي هنا واحد القطعة عندي هنا في التوابي زيت الزيتون الكامون سكنجبير القرقوم والبزار والمليحة بطبيعة الحال كما كتشوفوا أول خطوة ندير هنا الماسخون على هات الشعرية هدي باش باش تطلق ليا باش تطيب ليا كان ناخد الميقلات ديالي كان دير فيها هنا شوية ديال زيت الزيتون كان نوضع على الفي عليه داك البصلاء وكان نزيد داك المكونات من البصلاء وعندي الفلفلاء وعندي خزون محكوك أو مبشور كما كتشوفوا كان خلط هاد المكونات مع بعضياتها وكان زيد لها داك العطرية كاملة كان بالنسبة للدجاج كان خلي تسطيب ليا البصلاء ديالي عاد كان زيت عذاك الدجاج لأن عارفين صدر ضغياء ضغياء ولا طيب بزاف كيجي قاصح بزاف كما كتشوفوا هاد يزيد الطبعة وثانية في الفران عندي هنا واحد شوية الكامون وشوية البزار واحد نص معي الخ نص معي الخ عندي هنا شوية القرطوم وعند قصبور يابس زيدوه يعطي البن نزوينة عندي هنا واحد شوية البزار وسكين جبير كما قد لكم هنا عندي واحد شوية ديال الملحة كان وضع هنا واحد معلقة كبيرة ديال الملحة عندي هنا واحد لص حار بالنسبة الحار للبناء تكيبقى خسياري ممكن أنكم تديروه ممكن أنكم ما تديروش كما كتشوفوا كان خلط هالمكونات وكن حتها فوق النار تشحر لي كما تشوفوا معي منين تشحر تلي البصير ديالي وحسيز بأن صفي علي طيب كنزيد لها صدر الدجاج وكنزيد لها واحد جوج معلقة المعدنوس البناء تخلي والمعدنوس هو التالي لأنا رك يعطي واحد البناء زمينة منك ديالي هو التالي كما كتشوفون خلي ها واحد شوية أو تاني لما يطيب أول حاجة ذاك ذاك الخميرة نفس الخميرة كنحيد منها كنقطحها على جوج والقطعة الأولى نخدم بها والقطعة الثانية كننضحها وكننغطها في البابي بلاستيكي باش ما كتنشفش معايا كننخض هنا واحد شوية ديال دخيق كننرش على مكان العمل كننخض ديالي وكنن ديالي هكا حتى ستولينا على وتتأخذ الفورمة ديال ديال المقلاء اللي نحط فيها بالنسبة نارا يمستعمل للمقلاء ديال الحرشة ديال الوجدية هي اللي مستعمل انتو ما عندكم اي مقلاء ممكن انكم تديروها بالنسبة للبنات واحد فكرة انكم لما بغيتو حيث ان هاد الخبيزة ديالي انطيبها في الفرران انتو بالنسبة لما بغيتو طيبوها في الفرران بغيتو طيبوها في المقلاء انفق البوطة طيبوها راها طيب ماشي مشكل غير انا كانت هنم كان ديالها في الفرران كانت جيني ستاهلة حيث في البوطة كانت تقابلها أكثر كما كانت شوف كان نسرح ديالي ما خصوش يجي رقيق بزاف وما خصوش كان ناخد القطعة الثانية كان ولي نسرح باش نغطي بها كان خليها على جنب وكان ندير الحشو ديالي اللي زيت عليها دك الشعرية كما قل لكم دك الشعرية اللي صاوب تراني قطعتها قطعة صغيرة وزيتها على الحشو أراني غير ما صورت هش معاكم كان حسابي كان صوره هو تقطع لي الفيديو كما كتشوف كان زيد عليه دك العجين الثانية مهم البنات كان نستفد الحشو ديالي على الجوانيب وعلى كل شي كان نحاول نشد ما بين بالنسبة لما بغاش تشد لكم ممكن تتعاون بواحد شوية ديال الما ديال ما كتدهنوا الجواني بواحد شوية ديال الما وكتحاولوا أنكم تضغطوا مزيان على الجوانيب تسيت تشدوا معكم مزيان وطب وباقي العجين تقطعوه بسكين تدوروها بسكين أو بجرارة ديال بيتا تقطعوا دك الجوانيب وكتضغطوا مزيان والبنات ومنين تقطعوا الجوانيب تحاولوا أنكم تضغطوا واحد شي شوية على الخبزة ديالنا باش كتتسرح مزيان ديال العجين ديالها كتتاخذ الفورمة ديالها كما كتشوفوا كنقطع أنا كنحاول نقطع دك الجوانيب مزيان كنحيدهم بالنسبة لبنز هالجوانيب هادو راكم ما كتضيعوهم شلا لابقت كم شي حوشوة ممكن أنكم تصوبوا بها عبطين خبزة صغيرة كما كتشوفوا كنضغط مزيان على الجوانيب كما قل لكم ممكن أنكم تعاونوا بواحد شوية ديال الماء كتضهنوا غير الجوانيب بشوية ديال الماء وتحاولوا أنكم تضغطوا هكا على ما تشد لكم غير باش ما تحلكم خصوصا اللي طيبها من فوق البوطة باش ما تحلوش أما احتل في الفرران رها ما تحلش كما كتشوفوا بالنسبة البناس ممكن أنكم أطيبو هدبها كتحاولوا تضغطوا أطيبو هدبا البناس في الفرران ومنين تقرب أنكم طيب باش تطلتح دهنوها بواحد شوية ديال زبدة كما كتشوفوا هاي الخبيزة ديالي طابت وجاة زوينة لف المنظر لف كل شي ديبا نقطع لكم واحد الخطعة باش تشوفوا الداخل ديال الخبزة والحشوة كي كتجي فيها صراحة كتجي وعر البنات وهو الشيشة كما كتبلكم رضروري يتبلكم أن الهشاشة ديالها وارطبة بزاف واحد الحشوة البنات كتجي بنينة بزاف جربوها وما تندموش كما كتشوفوا هاي الحشوة كنتمنا لبنات تتجربوا هاد الوصفة وتردوا علي الخبار وكنتمنا لبنات تعجبكم الوصفة وتقابوني معايا وتدعموني باللايك وشكرا على المتابعة ديالكم ولي عجبتوا الوصفة ما يبخلش علي عافك باللايك والكومنت شكرا على المتابعة ديالكم ونطلقوا في وصفة جديدة ان شاء الله